ومن جهة أخرى تمكنت مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود بمنطقة ويد بن عيم الحدودية التابعة لبلدية باب العسى في ولاية تلمسان بالنحية العسكرية الثانية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من ستة أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من العملة الوطنية فاقت قيمتها أربعة ملايير منها أكثر من ثلاثة ملايير مزورة حاولوا ادخالها وترويجها بالتواطئ مع شبكات إجرامية مغربية حاربة التهريب والجريمة المنظمة وبناء على معلومات واردة مفادها احتمال عقد صفقة التهريب بالشريط الحدودي انطلاقا من دولة المغرب استغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة مع نصب كمين من طرف أفراد المجموعة الأولى لحراس الحدود بمغنية بالتنسيق مع أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمغنية حيث أصفرت العملية على توقيف أربعة أشخاص مع حج 15 طرد بها عملة وطنية مزورة من فئة الألف دينا جزائري تقدر بمليار وخمسمائة وتلاتة وتسعون مليون سنتيم مواصلة للتحقيق بعد استغلال الأشخاص الموقوفين تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بيتلمسان من توقيف شخصان بحوزتهما مبلغ مالي غير مزور قدرة بمليار وعشرون مليون وثلاتمائة ألف سنتيم من فئة الألف دينار جزائري والألفين دينار جزائري معبئة بكيس ومبلغ مالي آخر مزور يقدر بمليار واربعمائة وتسعون مليون وتسعمائة ألف سنتيم تأتي هذه العملية النوعية في سياق الجهود الرامية إلى إحباط كل محاولة لزعزعة الأمن واستقرار البلاد وكذا تخريب واستنزاف المقدرات الاقتصاد الوطني لسيما من خلال إغراق السوق الوطنية بهذه العمولات المزورة لدعم جهات مشبوهة داخل الوطن ترجمة نانسي قنقر